كشف تقرير صادر عن مبادرة استعادة الأموال والحقوق المنهوبة والمسروقة من قبل الحوثيين خصصته لشركات الناطق الرسمي للميليشيا الحوثية الموالية لإيران محمد عبد السلام وعددها 27 شركة من أصل 200.225 شركات ومؤسسة تجارية وخدمية إضافة إلى تحركاته المشبوهة أنه يدير شبكة مالية خاصة تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار بطرق مخفية ومختلفة وفجرت تقرير مفاجأة من العيار الثقيل من خلال كشفه عن معلومات إدارة محمد عبد السلام لشبكة مالية داخلية وخارجية فإنه يعمل مع مجموعة مالية عمانية وإيرانية على إنشاء بنك تجاري استثماري في عمان بقيمة 400 مليون دولار بهدف نقل الأموال وتسهيل غسلها في عمان وبالشراكة مع حزب الله وإيران وقال رئيس مبادرة استعادة الأموال أحمد صالح الرحبي في تصريح صحفي أن شركات التي أنشاءها الحوثيون متنوعة المهام تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية واستيرادية وتصديرية وفي المقاولة العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى الخارج إضافة إلى الشركات الأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين وأوصل تقرير الصادر على المبادرة عددا من التدابير لمنع تهريب المال والسلاح والمخدرات إلى اليمن من ضمنها اتباع توصيات خاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وحصر الأسماء الواردة في التقرير والتعميم على أنها لا تمتلك شركات حقيقية وإنما شركات وهمية بغرض تمرير معاملات مالية وتهريب النفط والسلاح إلى الحوثيين وهم يشجع الحوثيين على إطالة أمد الحرب في اليمن بهدف زيادة التربح ودعا إلى إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الشركات ومراقبة الأعمال العدائية التي يقوم بها محمد عبد السلام وغيره من القيادات الحوثية وإيقاف تحركاته المشبوهة والمريبة الداعمة للإرهاب في اليمن ترجمة نانسي قنقر